أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيتي الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطيرا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام لازمنا في ضفاف الطف لو ألقينا نظرة على مسرح الأحداث مسرح واقعة الطف لو وجدنا أن هناك صور عديدة وهناك عبر لكل من أراد الاعتبار فنجد أن هناك دور للطفل الصغير وللشاب وللمرأة وللكه وللشيخ أضف إلى ذلك لم يكن حضورا فقط للعرب بل كان هناك حضورا للعربي وغير العربي اليوم نتكلم عن أصحاب الحسين عليه السلام الذين عدوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ألا وهو أربعة أشخاص أربعة من الأصحاب عدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك نالوا صحبة الحسين عليه السلام وتشرفوا بالشهادة أول شخصية أنس بن الحارث عبد الرحمن بن عبدربة مسلم بن عوسجة حبيب بن مظاهر أو مظهر الأسدي أربع شخصيات عاصرت النبي وتشرفت بلقاء النبي وختموا هذه الحياة الدنيا بالشهادة والسعادة طبعا إذا واحد يتمعن في هؤلاء الأشخاص أو الشخص يتبين أن هناك عمر تناوى تجاوز أو ناهز الثمانين أو التسعين سنة كهل عفوا شيخ كبير أنس بن الحارث الذي عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع حديث عن أبيه طبعا هو وأبيه عاصر النبي يعني من الأصحاب سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا الإمام الحسين عليه السلام كان جالسا في حجره في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أن هذا ولدي مقتول في أرض يقال لها كربلا من أدركه فلينصر هذا الحديث منقول طبعا هم وثناتهم من صحابة النبي لكن هذا الحديث منقول عن واسطة واحدة وهي عن الحارث عن أبو أنس لا نريد بالكلام يعني أنا أضيفة معلومة أنه لا نريد بالكلام عندما أقول أن من أصحاب حسين عليه السلام هناك هم من ناصر من صاحب أو من أصحاب النبي لا أريد أن أقول أن يضفي هذا شرفا للثورة الحسينية قطعا لا أقصد بهذا الكلام بل هم تشرفوا بنصرة الحسين عليه السلام الحسين نفس رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين فعندما أقول بهذه المقولة وأستعرض هذه الشخصيات أنا أريد أن أبين المعاصرة لا أكثر لا الشرفية بل الأكس هو صحيح أنهم تشرفوا في نصرة الإمام الحسين عليه السلام أنس بن الحارث عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبيه وسمع هذا القول فترقب الأحداث إلى أن وصل الزمان وصل به إلى ستين للهجرة ذهب إلى كربلا لنصرة الحسين عليه السلام وفعلا حصل أنه نال الشهادة ونال شرف الشهادة في نصرة الإمام الحسين عليه السلام أرجع إلى مسألة الصحبة عندما أقول هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معنى الأصحاب ما معنى الصحبة في مفهومنا وفي مدرسة الخلفاء يعني النظرة نظرة مدرسة الإمامية ونظرة مدرسة الأصحاب ما هي النظرة للصحابة ما هو موضوع الصحابة ما هو المتعلق للصحابة حتى نقول هذا صحابي كيف نحكم أن هذا صحابي لو نأتي إلى مدرسة الأصحاب الخلفاء نقول أنهم عندهم الصحابي من رأى النبي أو عاصر النبي حتى ولم حتى ولو لم يتكلم مع النبي حتى ولو لم يعلم من النبي حتى ولو لم يعمل مع النبي لم يحارب مع النبي فقط الرؤية كافية يعني المصادفة كافية حتى لو كان هذا الإنسان مرور الكرام يشتري يتبضع بعض البضاع ورأى النبي يقال هذا صحابي إذن مفهوم الصحبة عند مدرسة الخلفاء واسع جدا بينما نرى أن مدرسة الإمامية مختلف تماما مفهوم الصحبة للنبي مفهوم الصحبة عند الإمامية هو من عاصر وعمل مع النبي يعني كان مختديا مهتديا بالنبي صلى الله عليه وآله وآله نرى هذا المفهوم على لسان القرآن القرآن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا مفهوم هذا مفهوم قرآني وعندنا مفهوم نبوي مثل 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 الحسين فيكم كسفينة نوح هذا مثل يريد النبي صلى الله عليه وآله 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 أن يبين من خلال حديثه أن هذا الصحبة متمثلة بهذا المعنى الركوب في سفينة عفوا الحسين والاقتداء بمبادئ الحسين الاقتداء بهدي النبي عندما أقول الحسين باعتبار أنه نفس الرسول صلى الله عليه وآله 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 فمفهوم الصحابة عند مدرسة الخلفاء واسع مفهوم عند الإمامية الضيق هذا المفهوم الذي كان معنا الصحابة في زمن بني أمية بعد أنطوها سعة أخرى وهي أن كل صحابة يعني صحابة رجل الله صلى الله عليه وسلم هم عدول بدون استثناء أيهم اقتديتم اهتديتم هذا ما نقول عنهم أي واحد بر فاجر باعتبار أنه كلهم عدهم عدول قد غفلوا عن شيء مهم جدا وهو أنه النجوم ليست كلها تهدي إلى الطريق الصحيح الآن هسا المختصين ذو الاقتصاص الذي هو مثلا في البر أو البحر مثلا في الجو ذو الاقتصاص نقول أنه يعلمون بالنجوم في نجوم معينة مثلا في مكانات معينة يعني ما كل النجوم التي تهدي إلى المراد بل نجوم معينة إذن هذا يفند أنه بمن اقتديتم اهتديتم هذا لا يصمد أمام النقد للكلام إن شاء الله تتم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة